زمان كان بعد ما نقعد نتعلم طول السنين بعد ما منخلص ونروح نشتغل كانوا بيقولولنا جملة لطيفة قوي سيبكوا بقى من كل اللي درستو الشغل لحاجة تانية لأنه هاردة ما بقاش في فجوة ما بين النظرية والتطبيق ما بقاش بقى الطالب من وهو لسه في الجامعة عارف أو يمكن يكون بيشتغل بالفعل عارف بعد ما هيخلص مستقبله ايه وهيقبط كام ورايح على فين او ايه طموحه ازاي بتقدروا تحققوا ده من خلال الجامعة سؤال في منتهى الأهمية الحقيقة لأنه لما بجي اعمل برنامج في الجامعات التكنولوجية بيبقى فيه معايير سوء العمل في التعليم الأكاديمي انا بجيب المناهج من الكتب ويعني ما بقاش عارف انه قريبة او من سوء العمل الحالي والمستقبل ولا لا انا بدرس المناهج من الكتب بصفة مباشرة في التعليم التكنولوجي المختلف انا لازم يكون معايا شريك صناعي والشريك الصناعي ده هو اللي يقول لي انا عاوز الخريج ده بالشكل الفلاني ومعايير سوء العمل في المواد الفلانية هي كذا وكذا وكذا والجدارات المطلوبة في سوء العمل هي كذا وكذا وكذا علشان أثناء الطالب وهو بيشتغل في المادة الدراسية دي يكتسب سوء العمل منه هو بيدرس مش بعد ما يتخرج ويكتشف انه بعد ما يتخرج انه بعيد عن متطلبات سوء العمل دي نقطة مهمة جدا 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 فلازم يكون معايا شريك صناعي الشريك الصناعي ده اللي مؤهل منه على فكرة عندنا في جامل الخريجيات التكنولوجية بيشترك في التدريس معانا يعني فيه ناس من الصناعة خصوصا البترول صناعة البترول عندنا سبعين في المية من الكوادر اللي بتدرس عندنا في هذا البرنامج من شركات البترول طبعا احنا بنتبع مع حضرتك دكتور وحضرتك بتتكلم دي معامل الكلية شفتوا يعني موجودة حاجات كلها على أحدث حاجة أحدث الأجهزة والمعدات وسائل الأمان موجودة اه طبعا طبعا يعني تجهزات التوجه الرئاسي الحقيقة كان تجهزات الجامعات دي على أعلى مستوى الحقيقة فمش بس احنا مش بنهتم بالتجهزات والشكل بس لا احنا بنهتم جدا كمان في أثناء التدريس ببناء الإنسان المصري وده بيبقى مبدد يعني بيبقى جوة المناهج اللي احنا بندرس في حاجة انا عايزة أفهمها مرة تانية من حضرتك يعني معنى كلام ده انه مع الشريك الصناعي الطالب بيكون بيشتغل بالفعل وبيطبق اللي بيدرسه بالفعل أثناء فترة الدراسة يعني هو طالب كاسيب نقدر نقول بالضبط احنا على خاطرنا طبعا ده تحدي كبير جدا والدول الصناعية الكبيرة قعدت فيه سنين انا ما اقدرش من اول سنة او تاني سنة او حتى خمس سنة اجا اقولك خلاص انا وصلت المرحلة ان انا حلت كل المشاكل دي تجربة جديدة في مصر والتجربة الجديدة بتاخد وقت كبير لعشان الناس في الصناعة تعرف يعني جماعات التكنولوجية وبالمناسبة الاعلام عليها دور كبير جدا هنا لان ناس كتير لغاية دلوقت لسه ما تعرفش يعني جماعات تكنولوجية وده دور حضراتكم الحقيقة وبحقيقة حضرتك على البرمان طبعا احنا وحضرتك وطبعا القيادة السياسية اللي وجهت بضرورة انه يكون فيه كليات وجماعات تكنولوجية احنا مش بمعزل عن العالم لازم نشوف العالم رايح في اي تجاه نروح معاه عايز اروح كمان لدكتور متحد عندكم في الجامعة هل في حاجة اسمها اختبار مهارات وامكانيات الطالب علشان نقدر نشوف اذا كان المجال التكنولوجي اللي هو عايز يروح فيه يناسبه وينسب امكانياته ولا لا زي قدرات كده انا طبعا بحقي حضرتك على البرنامج المتميز اللي بيوصل لقلوب كل المصريين وبالذات اولياء الامور في الفترة الحاسمة اللي احنا فيها لان رسم مستقبل الابن او الطالب اللي عايز يكمل مستقبله ده مهمة اوي احنا زي ما الدكتور هباوزميدي الدكتور طارق بيتكلموا هي تجربة جديدة احنا بدأنا الجامعات التكنولوجية دي من حوالي يعني دي رابع سنة لثلاث جامعات وتاني سنة لستة جامعات اخرى الجامعات التكنولوجية توجه فخامة الرئيس فيها زي ما حضرتك سمعت كده ان العشر جامعات متوزعين في عشر اقاليم جو مصر يعني جامعة شرق بورسعيد مثلا انا بشرف برئاستها بتخدم مش منطقة القناة بس بتخدم منطقة القناة وشمال الدلتا وسينة ومنطقة عزيزة طبعا على قلوبنا جميعا ويعني لو حضرتك بس ترجعي يعني من سنتين كده ان انشاء جامعة في اثناء عملية سيناء الشاملة يعني كان فعلا يدب كان تحدي كبير كان تحدي فوق يعني توجه فخامة الرئيس ووعوده لأهل سيناء ان لأ انا هعمل حاجة متميزة وجامعات يعني متميزة وبتخدم جميع الروافد الجامعية لتقدر الطالب يعني يستعين بيها سواء كانت اهلية او سواء كانت جامعات حكومية عادية او سواء كانت جامعات تكنولوجية او سواء كانت جامعات خاصة فطبعا ان حضرتك تخلقي مجتمع او تطوري من مجتمع بيبدأ بالجامعة والجامعة التكنولوجية يعني هي هي يعني رافض من روافد التغيير فكري المجتمع عن التعليم الفني التعليم الفني كان بيقف زي ما حضرتك قلت كده عند الكليات التكنولوجية بتدي دبلوم فوق المتوسط سنتين بعد السنوي الصنايع او السنوي الفني او يعني او خلافه لكن الجامعات التكنولوجية المصرية بتدي حاجة اسمها لأول مرة باكريليوس تكنولوجي وتحت الرعاية طبعا فخامة الرئيس ومجهود الدكتور محمد ايمن عشور وزير التعليم العالي تم السنة اللي فاتت انشاء نقابة اسمها نقابة التكنولوجيين فالمنظومة لازم تكتمل يعني لازم يعني باكالوريوس وليهم نقابة وانا اعرف انه يعني الناس الفنيين في العالم كله الساعة بتاعتهم برقم صح مظبوط يعني ممكن اكتر من المهندسين والدكاترة في بعض الدول مظبوط